حلقة النهاردة الحقيقة هي حلقة في موضوع أو في اتجاه كنت قلت من فترة طويلة أننا هعمل حلقات عنه والحقيقة أننا حسنا أنه جل وقت بقى أننا ممكن يكون في حلقات مش متتالية صحيح بس خلاص لازم نفتح هذا الموضوع وهو عن التعامل مع المراهقين والمراهقات الحياة التعامل مع المراهقين والمراهقات في مواضع كتيرة بيتطلب مننا مجهود وصبر وإبداع أكتر بكتير قوي من اللي كنا بنحتاجه في التعامل مع نفس المراهقين والمراهقات لما كانوا أطفال في أصعب مراحلهم العمرية وهي مرحلة مثلا السنتين الأوائل من عمره الحقيقة أنه فيه تشابه كبير جدا ما بين المرحلتين يعني المرحلتين دول فعلا في منطقة صعوبة مرحلة السنتين الأوائل من عمر الطفل أو مرحلة المراهق خلاص التشابه كبير الحقيقة قوي يعني كبير في الصعوبة وكبير في المشاكل وكبير في التوتر خلاص مع ولادنا وبناتنا المراهقين والمراهقات أنا في وجهة نظري أنه بيكون الوضع أصعب يعني فيه ناس كتيرة تقول إيه وهم صغيرين كانوا متعبين وكذا أنا بأبشركم يعني بأقول لكم لا الوضع الحقيقة بيزداد صعوبة أكتر بكتير كل ما بيجبره يعني لما كان ابنكم صغير مثلا هضرب مثلا يعني تحت سن سنتين كان بيبقى عندكم أرق يعني ما بتعرفوش تناموا كويس ليه في الوقت ده بيعيط كتير بيقلع عشان يرضع بمتدايق من حاجة عايز يتشال عايز يغير المهم أنه فيه أرق يعني ما بينامش كويس وبالتالي أنتوا مش بتناموا كويس تمام لما كبر بقى الحياة وبقى في مرحلة المراهقة هتلاقوا أن الأرق ده بيرجع تاني بس المرة دي بقى بسبب حاجات تانية خالب بسبب القلق عليه انتظار الابن ده لغاية ما يرجع للبيت يعني كان بره مثلا ومستنين ويرجع وهو تأخر خلاص لما كانت مثلا مثل تاني يعني لما كانت مثلا بنتكم الصغيرة اللي تحت عمر السنتين بيجي لها نوبات مزاج عصبية اللي هي اسمها نوبات الغضب وتسرخ وكنتم بتتدايقوا من الصريخ ده والعياد ده صحي كده دلوقتي برضو هتلاقوا فيه أوقات كتيرة قوي الصريخ والعند والتوتر بس بقى ده نتيجة تعليقاتكم على لبسها أو رفضكم لبعض تصرفاتها أو خفكم عليها وعلى مستقبلها طبعا إجمالا كل أم وكل أب عندهم بنت أو ولد في مرحلة المراهقة هتكون نظرتهم للسنوات الأولى من عمر أطفالهم نظرة اشتياء وحنين كبير جدا جدا مقارنة باللي بيشوفوا مع أبنائهم المراهقين والمراهقات بعدك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة